السلام عليكم اليوم جايب لكم طريقة لفتح اجزة السامسونج فتح الرمز اذا كنا نسيناه من غير فرمة او من غير ايشي طبعا السامسونج فقط هذا الشرح لسامسونج بشرط واحد انه يكون عندنا حساب سامسونج اكاونت في نفس الجهاز اللي هو ما عنده سامسونج اكاونت لا يحاول السامسونج الاكاونت هذا نستطيع اضافته من خلال فتح اضافة حساب اضافة حساب سامسونج اكاونت سوف اقوم بتجربة فتح هذا الجهاز كما تشاهدون هذا الجهاز مغلق الان يوجد في رمز اذهب اول شي للموقع موقع سامسونج اكاونت فيند مايفون بعد ذلك اقوم بفتحه تابعوني ماذا بلا هذا الموقع موقع سامسونج اكاونت نكتب اسم هنا سامسونج اكاونت فونت فونت مايفون كما تشاهدون سامسونج اكاونت فونت مايفون هذا هو الاول واحد بعد ذلك كما تشاهدون الخيارات هنا ننزل على هذا اول واحد فونت مايفون سامسونج كما تشاهدون البحث عن هاتفي نقوم بتسجيل الدخول هنا فحسابنا السامسونج الموجود في نفس الجهاز بعد ذلك نعمل الايميل هنا بعد ذلك نعمل تسجيل الدخول كما تشاهدون نعمل الموافقة على اتفاقية الدخول بعد ذلك نعمل الموافقة على اتفاقية الدخول كما تشاهدون اتفاقية الدخول هذه الاجهزة التي هي مضلوط طبطة في نفس الجهاز يوجد لدي هنا كما تشاهدون في يمين الشاشة ثلاثة اجهزة سامسونج اس سيكس اج وهنا سامسونج جراند بريب وبعد ذلك هنا سامسونج جي سيفن انا سوف اختار هذا اول واحد كما تشاهدون هنا البيانات تظهر لي يسار الشاشة يوجد عندنا هنا محويل البيانات عندنا الغاء القفل عندنا هنا خيارات كثيرة انا سوف اترك هذا كله واذهب الى هنا الى الغاء القفل خام و أكون اختار الغاء القفل ثم اختر الغاء القفل كما تشاهدون في الصورة هنا ثم يأتي الي اجهاد الاشعار لامل الغاء القفل بعد ذلك يطلب مني الرمز مرة اخرى سوف اكون بتسجيل الدخول مرة اخرى من رمز رمزة الدخول مرة اخرى هنا بعد ذلك سوف اعملي التالي الان ادخلت الرمز الان اعمل التالي كما تشاهدون سوف يأتيني هذا الان هنا جاري فتح القفل كما تشاهدون هنا تم إلغاء القفل هاتفك عن طريقة إلغاء القفل هذه هي وجد هنا التاريخ ووجد الوقت طبعا سوف أريكم هنا الفيديو والجهاز يفتح هنا من عند دخال كلمة المرور في نفس البرنامج بعد ذلك سوف نعمل التالي كما تشاهدون اتفك الرمز اتفك الرمز عن الجهاز كما شاهدتم الطريقة سهلة جدا وبسيطة جدا هذه في اجزة السامسونج طبعا نازم يكون عندك حساب سامسونج اكاونت في نفس الجهاز وتكون حافظ الرمز والاميل لذلك تستطيع ان تفكه من اي موقع من نفس الطريقة يوجد لدينا هنا خيارات كثيرة غير انه فتح القفل طبعا اذا كان الجهاز لا يوجد فيه قفل نستطيع ان اعمله قفل من هنا من نفس الخيار هذا كما تشاهدون هنا عندنا قفل هنا عندنا ماحو بيانات اذا كنا نريد نحذف كل شيء في الجهاز نحذف البيانات كاملة من هنا ونستطيع طبعا من هنا عمل قفل اذا كان الجهاز لا يوجد لديه قفل وهنا نستطيع الغاء القفل اذا كان موجود فيه قفل وهذه الخيارات كلها هنا موجودة خيارات جدا سهلة واستخدامها بسيط جدا ارجو ان كل الشركات تستخدم نفس الاسلوب هذا خاصة الايفون لانо الايفون اذا اذا اقفض الرمز ودخل عدة مرات غلط فانه يكون فتحه عن طريق الفرمته ونحذف كل البيانات كما تشاهدون هسابة يكون هنا في الاعدادات نذهب الى الاعدادات بعد ذلك الى حسابات الهذا هذا الحساب هنا سيمسونج اكاونت او هنا كما تشاهدون هساب هنا يوجد لدينا جوجل هنا سيمسونج اكاونت هنا يوجد لنا توك توك إذا اردنا إضافة سمسونج أكاونت إذا كان مش موجود نعمل إضافة حساب بعد ذلك نعمل سمسونج أكاونت إما ننشي لديه حساب سابق في مدير حسابات إذا كان لا يوجد لدينا حساب نضيف حساب جديد إذا كان لا يوجد لدينا حساب نضيف حساب جديد أو إذا كان عندنا حساب نسجل تسجيل دخول فقط وشكرا لكم إذا أعجبكم الفيديو أرجوكم على الإشتراك بالقناة وإلى اللقاء معكم فواز ورصادي موسيقى